المشاركون في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي نظم أمس ثلاثاء بالرباط بشركة مع مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب والعمل الاجتماعي والذي خصص لتقديم كتاب الفصل 47 لمعديها المحام والنائب البرلمني عبدالطيف وهبي والأستاذ الجامعي حسن طارق يعتبرون أن الممارسة السياسية وتفاعل الأحزاب والقوى السياسية مع النص الدستورية وخاصة الفصل 47 منها من جأنه المساهمة في إيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة فصل 47 من الدستور والذي يضم اختلافا في الآراء حول كيفية تفسير الفصل 47 وكيفية التعامل معه يرطينا فتحة النقاش مع مؤسسة الفقيه التطواني ووكالة المغرب العربي للأنباء واستمعنا الآراء ذي المهتمين وكذلك فتحنا معهم من نقاش حول التعامل مع الفصل 47 حول دلالته حول تعامل جالية الملك مع القضايا السياسية المطرحة الآن واعتبرنا بأنه من الواجب أن نستبر هذا النقاش الدستوري لأنه فيه الجميع وفيه دعم العملية الدستورية وفيه كذلك دعم العملية السياسية في المغرب المشاركون في الملتقى أكدوا كذلك أن حل أزمة تشكيل الحكومة كأزمة سياسية مرتبطة بمدى قدرة الفاعل السياسي المغربي على تقديم حلول ومقترحات بهذا الشأن انطلاقا من ممارسته وتحمله للمسؤوليات الملقة على عاتقها في هذا الكتاب محاولة لجميع كل ما كتب ما بعدها 7 أكتوبر حول أزمة تشكيل الحكومة هناك قسمين القسم الأول هو دراسات لأساسي ذا وباحثين في القانون الدستوري وجزء تاني ومجموعة من المقالات الصحفية إما لفاعلين إما لباحثين ثم هناك جزء آخر هو جزء متعلق بالملاحق التي تؤرخ لهذه المرحلة بدلنا بأنه من المفيد أن نخلد هذه المرحلة من الحوار العمومي التاريح حول هذا الموضوع في كتاب يصمد لما بعد انتهاء هذه الأزمة ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء خلصة كذلك إلى أهمية تضافر جهود القوى والأحزاب السياسية في سبيل التفاعل مع هذه الأزمة ومع المقتضيات الدستورية المرتبطة بها لأن أي قرار سيتم اتخاذه بشأن الأزمة السياسية الحالية سيكون مرجعا للتحكيم فيما بعد